هو واحد من أنهار الجنة وعلى امتداده نشأت أقدم الحضارات التي عرفتها الإنسانية ومنذ فجر التاريخ كانت ضفافه المهد الأساس للزراعة بأنواعها المختلفة ذلك هو نهر الفرات وبعد شح كبير في مياهه عززتها أمطار العام الماضي ترتفع اليوم مناسب المياه في خزان سد حديثة وبحيرة الحبانية حتى أن مزارعي جزيرة الخالدية تخوفوا من فيضان مرتقب مطالبين الحكومة بالحفاظ على المخزون المائي أحد المزارعين المتواجدين في جزيرة الخالدية بيوتنا تشرف على نهر الفرات نتخوف أنه تأتي موجة أمطار أو مياه كبيرة كما حدثت العام وقبلها وقبلها أنه غرقت هذه بيوتنا فإحنا نطالب الجهات ذات العلاقة أنه يتخذون الحيطة والحذر أهم نريد أيضا يطفح بعد أكثر المياه في هذا نهر الفرات يسبب مشاكل كثيرة يأذي المزارعين ويأذي البيوت القريبة اليوم سيد حديث أمتروس والإطلاقات المائية ينطونها حسب جذوة اليوم بس إحنا نشوف المي كلها طفحة يوصل لبيوت مدير سدود الأنبار المهندس ماجد إبراهيم قال أن سد حديثة جاهز لاستقبال مياه الفرات وتم اتخاذ جميع الاحتياطات مشيرا إلى أن المناسب الحالية طبيعية ارتفاع مناسب المياه في الوقت الحاضر هو عبارة عن تشغيل لسد حديثة لغرض المحافظة على الخزين المائي في السد والاتخاذ الاحتياطات اللازمة لغرض في حال وصول موجات إضافية من دول الجوار باتجاه السد لذلك ما يحصل الآن في عمود نهر الفرات هو مناسب تصريف طبيعية جدا وليست مناسب فيضانية إبراهيم قال أيضا أنه نظرا لوجود الوفرة في مياه النهر تم تحويل جزءا منها باتجاه نهر دجلة عبر نظم التقسيم مؤشرا إلى أنه تم إعادة تأهيل جميع النواضم وتعمل بكامل طاقتها لتفادي خطر الفيضانات الوقت الحاضر بسبب وجود الوفرة في المياه الحمد لله في عمود نهر الفرات هو تحويل جزء من عدها بحدود 300 أو أقل بقليل باتجاه نهر دجلة عبر نظم التقسيم وكذلك وصول الخزن في بحية الحبانية إلى مناسب نوعا مرتفعة التي أدت إلى أنه نقوم بتصريف جزء من هذه التصريف باتجاه بحية الرزازة عبر نظم المجرة بالتأكيد النواضم مالتنا والحمد لله في الأشهر القليلة الماضية تم إعادة تأهيلها بالكامل وحاليا تعمل بكامل طاقتها سواء كان نظم سدة الرمادي أو نظم الورار وزارة الموارد المائية أعلنت عن امتلاء ست حديثة وبحيرة الحبانية لأفرة الواردات المائية لنهر الفرات مستبعدة حدوث فيضانات خلال العام الحالي لأن الأعوام الفيضانية لا تكون متعاقبة مرجحة استقبال موجات أو ذروات عالية خلال شهرين آذار ونيسان من العام الحالي وسيطر عليها بسبب التوسعة في مؤخر نظم الثرثار على نهر الفرات ترجمة نانسي قنقر